كين هدف دائما في كل عمل كين قيادة وكين هدف الهدف هذا لازم نوصله له الهدف تعجم على البطاطا كان هو هدف من أجل عدم خلق المضاربة في الأسواق أو التقليل من المنتوج الحيوي المنتوج الأساسي اللي هي البطاطس في رمضان اللي مستعملة كثيرا في رمضان نأتي نجمع البطاطا بكل أطيافنا بالمجتمع المدني بالناشطين سيد الوالي عبدالقاد الراقة اللي قدمناها تحية من هذا المنبر الإعلامي ووسيب بكار غمام حتى هو كان يجري وشفته يعني بعينيه يعني كفش يجري وتاعب ويجري وكذا لكن في لحظة من اللحظات يأتي الرد كما ذكرت يأتي رد يعني البطاطا لازم نسكره عنها وتخرج للأسواق الحقيقة في الرسالة أنت ذكرت قلت الأسواق في العاصمة وليست في ولاية الوات أنا أحب أن نفهم الاتفاقية التي لم أجبتها اليوم معي وشراها مكتوب فيها مكتوب فيها اتفاقية من أجل المستهلك والله من أجل منه كيف هاش اليوم البطاطا نشرها ب6000 دير 9000 في السوق 9000 فرنك في السوق فلاح قداش نقص نقص 3000 فرنك 3000 فرنك هذه الفلاح يستغنى عنها استغنى عنها بش من ديروش المضاربة بش من ديروش المضاربة ولكن للأسف الشديد اليوم البطاطا رأيت دير 3000 اللي تشرتها ب6000 رأيت اتباع ب3000 فرنك ليش رأيت اتباع ب3000 فرنك لأنها مهددة بالتعفة أنا ما قلناش رأي ما تعفنا إذا كان المتحدث يكون جاهل المستمع يكون عاقل لأننا نقول ورأي تالفة من المستحيلات السبعة أنا سيد الوالي عبد القادر الراقع والجهات المختصة أنها تساهم في تليف البطاطس داخل لكن كان جزء من الأجزاء تعفن فعلا لأنه لا يصبرش المضروبة بالجرافة لا تصبرش والبيس لا تصبرش وكان نوعية من نوعية البطاطا تكلمنا عنها ذات وقلنا بالله راهي لا تصبرش في بادئ الأمر كان أو لا كانش قلنا كين نوعية راهي لا تصبرش كين نوع من أنواع البطاطا لا يصبرش نكمل لك ب6000 كيلو البطاطا 9000 ما بحاش في السوق الفلاح اليوم رأيت اتباع ب3000 كيف تتباع أي ما زيتمش تتباع هنا باع خرج الولاية باع خرج الولاية لكي تغلف في يوم الأيام بأنها بذور وتعود ترجع الولاية الوال هذه حنيها هذه ما نطلوش عنها لأنها في علم الغيبيات لكن نعطي فيك هنا في مخططات وأشياء تدار هنا في ولاية الواد لضرب الفلاح وضرب الفلاحة في ولاية الواد في حد ذات أنا نتكلم عن شخصية الفلاحة عن كاريزمة الفلاحة في ولاية الواد كاريزمة الفلاحة قوية برغم كل المتكاتفين ضد الفلاحة في ولاية الواد أنا ما نقصد حتى شخص ونتكلم حتى عن شخص أنا نتكلم براتيك عمل ميدان ميدان الميدان جمعنا البطاطا باش ميشريهاش المستهل كنت حاضر في تجميع البطاطا جميل انتفاقية عندي لكن اللي غالب ما جبتهاش نظرا لانها عندي ظرف اجتماعي اللي غالب احنا يا حاسم وهل عدكم محاضر مثلا على ان البطاطا اتلفتا اتلفة بعض منها او رائحة للاتلاف كين محاضر عدكم تتحدث عن جانب هذا كين واحد يا سيد احمد تصرى للمشكلة في بلاسام البلايس خرج عنها تقارير دارك الوطني حاضر ودر تقريره على ان البطاطا غير متلفة ونفس الشي الدارك الوطني هو اللي شمع الغرفة ايه شمعها نعم انا راني نتحدث عامة عن الوطن عامة انا راني نتحدث في الارعب وشكوا واحد يشيقول نفس الدارك الوطني شمع الغرفة وقال البطاطا متحربش نظرا لعدم حدوث المضاربة مش يخلقوا توازنات في السوق شي جميل يدخون به الدواء اين البطاطا؟ في رمضان شرناها ب 17000 كيفاش البطاطا تشري ب 6000 ونشرحناها ب 17000 سؤال لمن موجهها؟ موجه للجميع المختصين لعدم علاقة بالبطاطا وعدم علاقة بالجمع وعدم علاقة بالفلاحة ولكن هو مدير وتوسطية ومش من حقه مش يبيع ماش من حقك مش يتبيع ولكن من حقك تسرح قلنا يا راي البطاطا متجمعتش لمره لولا قلتونا البطاطا في الاتفاقية لتسهيل عملية المستهلك علش الاتفاقية فيها الشي هذا؟ احنا كي جمعنا البطاطا جمعنا الهدف منها ونشاركوا في جمعها انا بشي خرجوها في رمضان بش المواطن ميش ليشي ب 17000 ولكن وصلت 17000 باين زيدك اخرى برانا من هاذ المستهلك في ولاية